الثلاثاء المقبل قد يكون بداية الإضراب في جميع المدارس الخاصة في لبنان كما أعلنت نقابة المعلمين وذلك بعد عدم توقيع البروتوكول المتوافق عليه في وزارة التربية نزولا عنده اتصال أبو يوسف نصر أنه جاء عطيني يومين ونزولا عنده رغبة الوزير التربية أنه عطيني يومين ونزولا عنده بعد المراجع الدينية للتصليق نحن رحنا بالإضراب لصباح الثلاثة هذا الموضوع إذا ما نحل الموضوع الحبي لاتفقنا على يوم الثلاثة والذيع الوزير بالصطو والصورة إذا ما أجوا وقعوا ابتداء من الصباح الثلاثة المدارس الخاصة بكل لبنان مقفل المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين سيبقى اجتماعاته مفتوحة لاتخاذ الموقف المناسب وفي هذا الوقت الرميع تسأل عن سبب عدم حضور المؤسسات التربوية الخاصة الاجتماع الذي عقده اتصلنا بالنقيب وخبرناه للنقيب أنه بحاجة لمزيد من الوقت وتواصلنا مع معالي وزير التربية وتمنينا عليه أن يعطينا بعض الوقت الإضافة لاستكمال دراسة المشروع أكثر من مئة ألف طالب بهذه الطريقة أعفيه من أنه يكونوا مشاركين ولكن برجعنا بأكد أنه ضروري يكون في شراكي الشراكي ما بين الأساتذة والأهل والمؤسسات ما تنترك المؤسسات لحالة التعاطي إيجابي إلى اللحظة والمشاورات قائمة إنما يؤكد الأب نصر أنه لابد من التوقف عند بعض الأمور المهمة لتأمين استقرار العام الدراسي أما ليجان الأهل فلديها مطلبان أساسيا الأهل لدينا مطلبان وخطين حمر أول خط أنه ما بقى يتحملوا الأهل أي زيادات ممكن تجي نتيجة أي تشريعات غير محلة خصوصية من نصف العام الدراسي الخط الثاني الأحمر أنه الأهل والتلميذ ما بقى بدنا يكونوا هني كبش المحرقة ومشكل ما يصير في خلاف بين إدارات المدارس أو اتحادات المدارس وبين نقابة المعلمين نلجأ للأضراب يلي بندفع أهل تمنوا نحن كأهل وكتلميذ إذن الحل السريع مطلوب إنجازه من جميع المعنيين بالملف التربوي قبل الثلاثاء المقبل كي لا يقع التلميذ كالعادة ضحية الإهمال